يعطيكم العافية طبعا اليوم بدي أشرح لكم بالفيديو عن تسجيل الطفل بسوريا واستخراج البسبور للطفل طبعا هذا الكلام للي جاي عيلته لمشمل وولدة زوجته هون وما سجل طفله لجوب تمام؟ هلا أنا بالفيديو السابق شرحت خطوات تسجيل الطفل في ألمانيا طبعا هلا بحط لكم الرابط مشان ترجعوا وتواصلوا بين الفيديو هين وما تضلعوا هلا بالنسبة لتسجيل الطفل بسوريا أنا حاولت تسجيل ابني عن طريق السفارة هون بس طبعا ما بدي يروح على السفارة لأن ممنوع أنا كلاجع أنه أدخل السفارة وبدأني حضور شخصي ورأي صارت عندهم وصر لها سبت شهر لهلا ما ردوا لي خبار وما فيني أعمل أي شيء تاني لهيك في شب سجل طفله بسوريا وطلع له بسبور نظامي وبعتلي على الخاص اللي حابب تفيد العالم ما بدي شي منه غير الدعاء دعوله ودعونا هلا أول خطوة يوم طبعا سجلتوا كله على الدفتر مشان ما أنسى شيء وبعطيكم المعلومات واضحة ودقيقة طبعا أول شيء بنجيب شهادة الميلاد اللي بنطلعها من هون في شهادة ميلاد بتاخدها من الستانسانت اللي هي شهادة بيسموها مثل شهادة دولية بتسجل طفلك بأي بلد خلقان يعني مثلا أنا الجنسيتي سورية فيني سجله بسوريا بتاخد هاي الشهادة شهادة ميلاد الطفل تبعتها للخارجية الألمانية تبعتها عن طريق البريد بتطول تقريبا شيء عشر تيام لأفضل خدوة باليد المهم بعد عشر تيام وصلوا بوست مصدقة وجهزة ودفع 25 يورو بالبوست يعني بدك تدفع 25 يورو هاي للتزديق بالخارجية الألمانية طبعا أنت قبل ما تصدق بالخارجية الألمانية أفضل إلك ترجمة للعربي وجهزها وبعطلن إياها بتصدق بترجع لك الشاب راسل السفارة السورية قال له لازم تجي شخصي هو ما حبي يغامر بإقامته لأنه هو لجوء ما راح قرر الطريق ثاني إلي هو يسأل بسوريا طبعا هاي نقطة مهمة لأنه في كتير ولادات عم تصير هون وجاين لمشا من الوابن يسجدوا أطفاله اللجوء مشان ننزله مع الأمع سوريا في وقت الإجازة سأل أهله قالوا منه سألوا لي شو اللوراء المطلوبة هلا أول شغلة قبل ما في عندك النفوس أول شي بدك تخلص فيها بعدين الجوازات بالنسبة للنفوس قبل ما تروح للنفوس شهادة الميلات اللي تترجمت وتصدقت من الخارجية الألمانية بتبعثها لسوريا هونيك بياخدوها للمختار بيختموها عند المختار بعدين بيتوجه للنفوس هلا لوراء المطلوبة للنفوس دفتر العيلة الأصلي ما في صور دفتر العيلة صور شخصي للمولود شهادة الميلاد اللي مترجم وممسدق من الخارجية الألمانية ومن المختار صور جوازات الأب والأم مع الأوزفايزات هلا هيك خلصنا من الوراء المطلوبة للنفوس وتسجل على دفتر العيلة وطلع له بيان عائلي وإخراج قيد فردي وشهادة ميلاد ها هي انتهينا منها ها هيك بنكون سجلنا الطفل للنفوس هلا بدنا نسجله مو بدنا نسجله عفوا بدنا نطلع له اسفور كيف؟ نتوجه للهجرة والجوازات بناخد الوراء المطلوبة التالية هلا سجلوا عنكم الوراء المطلوبة للهجرة والجوازات إخراج قيد فردي للطفل مختوم من المختار والبلدية مو بعد ما تسجل من نفوس طلع له إخراج قيد هذا سدقوم عند المختار والبلدية اثنين دفتر العيلة وبيان عائلي ثلاثة صور شخصية بيطاء خاصة للبسفور هاي أهم شيء يعني بتصور من هون يم تبعطوا الصور صور للبسفور أربعة إيصال دفع من البنك أو المالية 300 دولار أنتوا قبل ما تروحوا لهجرة والجوازات بتروحوا للمالية بتدفعوا 300 دولار هذا بيسموه رسم جواز سفر لمغترب طبعا أهم شيء بيكون أحد ذوي الطفل من أقارب من الدرجة الأولى هو اللي عم يشتغل بهالقصة أو يكون معوك عليه تمام؟ بعد ما طلعنا هالوراق بنتوجه للهجرة والجنازة أو الجوازات بيكون بحضور جد الطفل أو أحد ذويه المهم بسجلوا الطفل هونيك على هالأساس وكتبوا اسمه متل شهادة الميلاد الألمانية سجلوا على الجواز قالوا لهم بالهجرة والجوازات روحوا وبعد أسبوع تعستلموا الجواز رجعوا بعد أسبوع استلموا الجواز مدته ست سنين مختوم على الصفحة 48 مكتوب صادر عن ريف ديماشق عن فرع هجرة جوازات ريف ديماشق ومنح بيد ذوية كونه خارج القطر هلا كلفوا البسبور كامل مع ترجمة الوراء 350 دولار كامل وست سنين مو سنتين هون عم يكلفنا تقريبا شيء 400 يورو وطبعا هذا بالبطيء والمستعجل 800 يورو عم ناخده سنتين ست سنين بداك وراء معينة للطلعة يعني بسوريا صار أرخص 350 دولار يعني ترجع 305 يورو إلي بيحب يعمل هاي الطريقة طبعا انا ذكرتها هاي كل ياتا شرح مفصل متل ما شرح لي اياها الشب وانا وصلت تجربته وجوازات سفر ابنه صاروا معه انا ان شاء الله بس خلص تجربتي اذا حنوا عليه وردوا عليه يصلي فوق الست شور كمان بحطه شلوان تجربت السفارة السورية هونلان انا ما فيني روح السفارة لاجئ وبعتقد هيك ما ضل اي شي طبعا الخارجية الألمانية بكولن فيكن انتو تدخلوا على جوجل تكتبوا الخارجية الألمانية رأسا بيعطوكم العنوان والأرقام تبعيتها مشان اذا بتحبوا تتصلوا تستفسروا واي سؤال انا بعرف جاوب له ان شاء الله ما بأثر معكم ولا تنسوا كمان تتابعوا محطتي على اليوتيوب لاني بنزل عليها كل شي اول باول وأخوك المحمود أخوك المحمود موسيقى موسيقى